اشتركوا في القناة وتضيف اليومية أن بادو الزاكي النخب الوطني المغربي التقى بمعية مساعده الأول مصطفى حج أخيرا الدوليين المغربيين رشد أشنتيج وزكريا البيض اللذان يلعبان بالدور الهولندي في سياق جولتهما الأوروبية لملاقات مجموعة من اللاعبين لإعداد منتخب وطني يخوض تصفية نهائية كأس العالم 2018 المرتقبة بروسيا ونعرج على يومية الصباح والتي عنوانت على صدر صفحتها الأولى مخزنية لاعب بالمخابرات الجزائرية وتكتب الصباح أن تدوينات مخزن سابق في الفيسبوك فضحت عملية نصب وقعت المخابرات الجزائرية ضحية لها إذا اعترف المسمى هشام بوش أنه صاحب الوثائق التي تروج أجهزة مكافحة التجسس في الجارة الشرقية أنها وثائق تكشف تورط المغرب في دعم الإرهاب ويتعلق الأمر بعنصر سابق في قوات المساعدة غدر الخدمة سنة 2001 واعتقل في وجدة بعدما نصب على ثلاثة شبان بعهم استدعاءات مزورة للولوج إلى سلك القوات المساعدة مقابل مبالغ مالية بين ثلاثة ألاف درهم وعشرة ألاف درهم ليحاكم بالسجن سنتين حبسا نفيدا ومن يومية الأحداث المغربية اخترنا لكم هذا العنوان قائد إحدى الملحقات الإدارية يعنف شرطيا بزيه النظامي وتعود أطوار الحادث عندما كان شارع السككين بالمدينة القديمة قبل مغرب أول أمس السبت مصرحا لحادث غريب من نوعه بالنظر إلى بطاليها أولهما قائد الملحقات الإدارية الأولى التابعة للمنطقة الحضرية الإسماعيلية والثاني شرطي بزيه النظامي تابع لولاية أمنيفاس حيث وجه القائد ركلة إلى الشرطي وأسقطه أرضا بعد أن أبلغه أن أحد أعوانه فحوى ما ضار بينهما حينما طلب منه مساعدة القائد وأعوان السلطة في عملية إخلاء شارع السككين تفاصل الخبر وطائفة من الأخبار الأخرى تطالعونها في عدد اليوم من يومية الأحداث المغربية ومن يومية المساء اخترنا لكم هذا العنوان الداخلية تبدأ حربها الفعلية على مصدري بطائق الشرفاء ويقول كاتب المقال أنه في أول عملية لتنفيذ المذكرة المشاركة بين وزارتي الداخلية والعدل بخصوص المتجرين في بطائق الشرفاء أوقفت المصالح الأمنية بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضية صاحب مكتبة متهما بإنجاز وطبع بطائق مزورة خاصة بالشرفاء مقابل مبلغ 350 درهم تفاصيل الخبر وطائفة من الأخبار الأخرى تطالعونها في عدد اليوم من يومية المساء بهذا الخبر من يومية المساء نأتي وإياكم أعزائي الكرام إلى نهاية هذه الجولة الصحفية في أمان الله قبل ما تخرجوا تابنوا في لاشين ديانا سور يوتيوب وبرتاجوا لكونتوني في لغيزو سوسيو وبلا ما تنسوا تديروا جيم وإلا بغيتوا تشوفوا شاشة تشوف تيفي أنسام بالكليك في هاد البوتون وما فيها بس إلا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على أراكم اقتراحتكم وحتى انتقادتكم اشتركوا في القناة